ربما لا يجدون الدبكة الفلسطينية لكن ما هو واضح ومؤكد أنهم باتوا يعرفون جيدا ما هي القضية الفلسطينية ارتكبت اسرائيل جرائم إبادة نأضة الفلسطينيين ولتزال تفعل ذلك وهي تتكئ على دعم غربي لا محدود لكنها فوجئت كما فوجئت الأنظمة والمؤسسات الغربية ذاتها بجيل شاب لم يعد يؤمن بالرواية القديمة وبات لديه وجهة نظر مختلفة خصوصا بعد أن كشفت الحرب عن مأساة إنسانية مروعة ترتكب في غزة منذ أكثر من نصف عام خلال مئتي يوم من الحرب كان لها تأثير عنيف على إسرائيل نفسها تهشمت السردية الصهيونية في الغرب بعد صمودها منذ الحرب العالمية الأولى وبدأت علامات الاستفهام جيل الجامعات نجح في كسر الصورة النمطية الصلبة التي سعت إسرائيل لرسمها وباتت ساحات الجامعات والميادين العامة تشهد ما يشبه المحاكمات الشعبية على جرائم الاحتلال والأنظمة المساندة لها وأصبح اسم فلسطين يطغي على كل وسائل الإعلام الغربية ومؤسساتها التي سوقت تحت لافتة معادات السامية لأكبر عملية تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني اليوم لم يعد الأمر مجرد معلومات مغلوطة أو خطأ غير مقصود كما تقول الرواية الإسرائيلية فقد تعرت خطاباتها وتبريراتها وانكشفت قيم وديمقراطية الغرب وبات يعيش مأزقا حقيقيا أمام خطاب مفتوح أطلقه الناس في الشوارع والطلاب في الجامعات وأمام غياب الزخم العربي الذي دفنته الأنظمة والهيمنة الغربية على المنطقة يبقى السؤال هل ستمتد آثار الثورة الطلابية الغربية إلى المنطقة العربية أم إن ذلك يحتاج لآمال كبيرة بتجاوز هجاشة اللحظة العربية التي صنعتها الأنظمة اشتركوا في القناة